لا تزال قضية اغتيال الصحفي جمال الخاشقج في الصفارة السعودية في اسطنبول تثير التساؤلات والتفاعلات بالرغم من شهر على مرورها المسؤولون الأتراك أشاروا لوجود تقارير جديدة تدعم فرضية إذاب جمال الخاشقج بالحمد وقيم السعودية بإرسال خبيران في علم السموم والكيمياء لإزالة الأدلة في الجريمة بدلا من المساعدة في عمليات التحقيق وفي أول ظهور إعلامي لهم منذ تفجر القضية أعرب نجلال خاشقج عن استمرارهما في البحث عن معلومات حول مقتل والدهما ورغبتهما في الحصول على جثته لدفنها بشكل لائق وفقا للشريعة الإسلامية كاشفين عن تأكيد العاهل السعودي على تقديم كل من تورط في مقتل والدهما للعدالة وفي سياك المتصل أعرب الأمير الوليد بن طلال والذي جمعته علاقة وطيدة بالخاشقج في مقابلة تلفزيونية معه عن ثقته من تبرئة ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من القضية كل ثقة أنه سيتم إثبات تبرئة وبراءة ساحة ولي العهد السعودي كليا داعيا لانتظار نتائج التحقيقات أنا أؤمن أن السعودية ستصل للحقيقة لكن رجاء أن يجب أن تتيحوا لنا بعض الوقت حتى الانتهاء من التحقيقات ونشرها من قبل الحكومة السعودية وفي انتظار قيام المملكة السعودية بكشف عما حصل للخاشقج تظل أصبع الاتهام موجهة لولي العهد السعودي كمتهم رئيسيا في القضية